بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تلاميذ الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم وسهلا في حل تدريبات سلاح التلميذ على الموضعين الأول و الثاني من مادة المهارات المهنية المحور الأول على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي باتمنى وبرجو من حضراتكم عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وبتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا عجاب بالفيديو وممكن تعملوا اشتراك لأصحابكم وحبيبكم وأصدقائكم عشان الجميع يستفيد نبدأ حبيبي حل التدريبات ضع علامة رقم واحد ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد يجب على التلاميذ الحفاظ على ممتلكات المدرسة طبعا العبارة ايه نقول عليها ايه صحيحة لأن فعلا الواجب على التلاميذ انهم يحافظوا على ايه على كل حاجة موجودة فين في المدرسة رقم اتنين يوفر أمين المكتبة المدرسية الطعام للتلاميذ طبعا أمين المكتبة لا يوفر الطعام للتلاميذ لكنهم لكنه بيعمل ايه يساعد التلاميذ على العصور على المعلومات وعلى المراجع وعلى الكتب اللي هم عايزينها من المكتبة يبقى ايه العبارة خطأ رقم تلاتة مهمة الزائرة الصحية التأكد من نظافة المدرسة والفصول الدراسية طبعا الزائرة الصحية بتعتني بالتلاميذ المرضى وبتعتني بالتلاميذ الذين يتعرضون الى اي حادث بسيط خلال اليوم الدراسي يبقى اذا العبارة ايه خطأ رقم اربعة لا يوجد فرق بين حقوق التلميذ ومسئولياته تجاه المدرسة طبعا هناك فرق بين حقوق التلميذ ومسئولياته دي بتختلف عن دي يبقى اذا لا يوجد فرق بين حقوق التلميذ ومسئولياته تجاه المدرسة العبارة خطأ رقم خمسة يقوم المعلم بتصويب ومراجعة الاعمال التي يقوم بها التلاميذ طبعا من ضمن مهام المعلم انه فعلا بيقوم بتصويب ومراجعة الاعمال التي يقوم بها التلاميذ واذا العبارة ايه حبيبي؟ ننتقل الى السؤال التالي طبعا حبيبي بتمنى عمل سبسكرايب او اشتراك على قناتكم قناة مصر التعليم الاتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اختر الإجابة الصحيحة مما يلي واحد تحديد ما يمكن وما لا يمكن القيام به داخل المدرسة يسمى القواعد يسمى القواعد ايه النحوية ولا المدرسية ولا الرياضية ولا الصرفية طبعا ما لا يمكن قيامه او يمكن قيامه ده اسمها القواعد ايه المدرسية رقم اتنين احدى مهام موظف الاستقبال هو او هي قراءة الكتب شرح الدروس تنظيف الفصول الرد على الرسائل طبعا الرد على الرسائل رقم ثلاثة امن وسلامة التلاميذ في قلبي التي يتعلمون فيها احدى حقوقهم واجباتهم مسئولياتهم نشاطاتهم طبعا المفروض ايه حقوقهم اربعا يقوم نقطة بالاشراف على جميع العاملين في المدرسة المرشد السياحي الزائرة الصحية هي التي تقوم بالاشراف على جميع العاملين في المدرسة مدير المدرسة موظف الاستقبال تطبيق التلاميذ لما يتعلمونه بشكل عملي يساعدهم في حياتهم طبعا التلاميذ لما يتعلموا شيء وبيحب انهم يطبقوه بشكل عملي ده بيساعدهم في حياتهم الخيالية الواقعية بشكل سيء بشكل مؤقت طبعاً حياتهم إيه؟ الواقعية السؤال الثالث صوب ما تحته خط يعني اللي تحته خط ده ده خطأ إحنا نعمل إيه إحنا نصححه واحد أحد القواعد المدرسية التصرر بشكل عشوائي في المدرسة من قواعد المدرسية أن إحنا نتصرر بشكل عشوائي في المدرسة طبعاً عشوائي ده خطأ يبقى المفروض أكتب إيه؟ منظم اتنين تعتبر المدرسة جزءاً مهماً للمستشفى طبعاً كلمة المستشفى ده خطأ يبقى تعتبر المدرسة جزءاً مهماً للمجتمع رقم ثلاثة الرد على الهاتف داخل المدرسة مهمة يقوم بها أمين المكتبة طبعاً أمين المكتبة ده إيه؟ خطأ مين اللي بيرد على الهاتف داخل المدرسة؟ موظف الاستقبال العمل الذي على توفير مرافق آمنة للتلاميذ أحد مسؤولياتهم طبعا توفير مرافق آمنة للتلاميذ يعني فصول ومقاعد وصبرات وإلى آخره تمام؟ دي أحد مسؤولياتهم طبعا مسؤولياتهم دي خطأ يبقى إذن أحد إيه؟ حقوقهم رقم خمسة اتباع التلاميذ القواعد المدرسية والانضباط بها من حقوق التلاميذ كلمة حقوقهم دي غلط أو من حقوق دي غلط المفروض أقول له إيه؟ مسؤوليات التلاميذ السؤال رقم أربعة أكتب مهمة يقوم بها أصحاب هذه المهن داخل المدرسة رقم واحد موظف الاستقبال إحنا عايزين نكتب مهمة من ضمن مهام موظف الاستقبال يقوم بالرد على الهاتف والرسائل مهمة من مهام المعلم إيه يا حبيبي؟ يقوم بشرح الدروس للتلاميذ أمين المكتبة رقم ثلاثة أمين المكتبة يساعد التلاميذ في العصور على المعلومات آخر حاجة حبيبي عامل النظافة يحافظ على نظافة المدرسة طبعاً بكده يا حبيبي ننتهي من حل التدريبات سلاح التلميذ على الموضعين الأول والثاني المحور الأول من كتاب سلاح التلميذ في مادة المهارات المهنية الصف الخامس ابتدائي بتمنى عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر التعليم التدائم مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء حبيبي في درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته